السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في الفيديو جديد على قناتكم عالم الهواتف الاندرويد في الفيديو نهاردة HAVE LIN Simpson عن تشغيل الكاميرا على الهواتف الاندرويد علشان نحل مشكله عدم تشغيل الكاميرا او فشل الكاميرا لازم نبقى عارفين انه عدم تشغيل الكاميرا على الهواتف الاندرويد ده بيرجع لحاكتين اول حاجه من خلال Tطبيق الكمرا نفسه وتاني حاجه من خلال الكاميرا نفسها يعني بمعنى اوضح لو جربنا الطرق بتاعة فيديو النهاردة والكاميرا مشتغلتش لازم تعرض الهاتف على فني عشان يشوف الكاميرا نفسها سليمة ولا مستليمة طيب هنحل مشكلة عدم تشغيل الكاميرا ازاي في تلات طرق من خلالهم نبدأ نحل مشكلة الكاميرا اول حاجة نشوف التطبيقات اللي احنا نزلناها قبل ما الكاميرا تتوقف عن العمل يعني لو انت منزل تطبيق بياخد صلاحية الكاميرا ابدأ احزفه وفورد لو انت منزل تطبيق خاص بالكاميرا نفس الفكرة ابدأ احزفه بعد ما تحزف التطبيقات دي بتبدأ تعمل اعادة تشغيل الهاتف وتشوف المشكلة اتحلت معاك ولا لسا لو ما تحلتش بتخش على تاني خطوة وهي من خلال الضبط او من خلال تطبيق الكاميرا هتبدأ تضغط على الضبط او الاعدادات بالشكل ده وبعدين هتبدأ تنزل تحت شوية عند اختيار التطبيقات بالشكل ده بعدين هتبدأ تضغط على الثلاث شرط هتلاقي هنا اختيار اسمه ازهار تطبيقات النظام هتبدأ تضغط عليه وبعدين هتضغط على موافق وبعدين تروح لأعلى الشاشة بالشكل ده تضغط على خانة البحث وتبدأ تكتب تطبيق الكاميرا بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده ظهر معانا تطبيق الكاميرا هنبدأ نضغط عليه وبعدين هنروح على مكان التخزين نعمل مسح التخزين المؤكد بالشكل ده ومسح البيانات وبعدين نضغط على موافق نرجع للخلف خطوة وبعدين نعمل اكوف اكباري موافق بعدين نبدأ نعمل اغلاق لاعدادات التطبيق بالشكل ده ونقفل التليفون ونفتحه تاني ونشوف المشكلة اتحلت معانا ولا لسه بعد ما يفتح معانا الهاتف بنجرب الكاميرا لو لسه المشكلة موجودة بنروح على الطريقة التالتة والاخيرة هنروح على تطبيق الكاميرا بالشكل ده ونبدأ نضغط عليه ضغطة طويلة وبعدين نختار علامة I بعدين هنخش على الترخيص او الازونات بالشكل ده هتفتح لنا الصفحة ده زي ما انت شايف لم يتم رفض اي ازونات اتأكد ان انت عامل كل الازونات لتطبيق الكاميرا عشان يشتغل معاك بشكل جيد بعد ما تجرب التلات خطوات بالشكل اللي احنا شفناها مع بعض بتبدأ تجرب تطبيق الكاميرا لو لسه المشكلة موجودة تأكد تماما ان المشكلة في الكاميرا نفسها وفبالتالي هتروح لفن صيانة يكشف على الكاميرا يشوف فيها مشكلة ولا هي محتاجة ان هي تتغير وبكما يبقى فيدي النهاردة انتهى اتمنى يا رب تكون استفدت منه في رعايته واحفظه بوضوح